كلمات أول مرة تسمعها عن ظاهرة الطلاق الحقيقة أخي الحبيب ظاهرة الطلاق كثرت جدا جدا في الأونة الأخيرة وكثير من الأزواج محتارون كل واحد يلقي اللوم على الآخر فالزوج يتهم الزوجة بأنها السبب والزوجة تتهم الزوج بأنه هو السبب ولكن للأسف في معظم الحالات كلاهما مخطئ طيب النبي عليه الصلاة والسلام كيف عالج هذه الظاهرة لماذا لم تنتشر ظاهرة الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا انتشرت فقط في العصر الحديث ما هي التعليمات التي جاء بها هذا النبي الكريم وأثرت على الناس يعني اليوم المحاكم تمتلئ بالمشاكل الزوجية والأسرية وكل القوانين التي وضعها البشر لم تعالج هذه المشكلة بل فاقمت المشكلة طيب هل هناك قوانين وضعها القرآن وكذلك أنبأ عنها النبي عليه الصلاة والسلام مهمة هذه القوانين أن تحافظ على الأسرة هذا هو أخي الحبيب ما أردت أن أقوله لك اليوم سواء كنت متزوجا وكنت سعيدا في زواجك أو كان لديك مشاكل في هذا الزواج أو كنت غير متزوج النصائح هذه يجب على كل واحد منا أن يعلمها لأنها أولا عبادة لله نحن عندما نستمع لآية قرآنية أو حديث نبوي هذا عبادة لله سبحانه وتعالى نأخذ الأجر عليه رقم اثنين نحن مطالبون أن نوسع معلوماتنا عن نظرة الإسلام للحياة الزوجية النبي عليه الصلاة والسلام كان ناجحا في زواجه لا شك فقد تزوج مرارا ولم يكن لديه تلك المشاكل التي تذكر كانت أمور بسيطة جدا ويعالجها بسهولة عليه الصلاة والسلام طيب لماذا نحن يجب أن نقتدي به كيف كان ينظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المرأة كيف كان يعاملها طيب تذكرون معي آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع حيث أوصى بالنساء أوصى بالطرف الأضعف لأن عيناه الشريفتان كانتا على الطرف الأضعف لأنه جاء من أجل المظلومين من أجل الضعفاء من أجل الفقراء فقال عليه الصلاة والسلام في وصية يجب أن نفقهها أيها الأحبة لا مجرد أن نسمعها ونمشي استوصوا بالنساء خيرا والوصية موجهة لك أيها الرجل فالمسؤولية تقع عليك بنسبة 100% يعني هنا النبي دقيق في كلامه لم يقل للنساء استوصين بالرجال خيرا لا قال للرجال خاطب الرجل وضعه في مكان المسؤولية تماما أنت مثل عندما تكون مثلا صاحب شركة تأتي لقسم فيه خلل فتقول لمدير القسم أنت مسؤول عن هذا الخلل مثلا فتحمله المسؤولية مع العلم أن لديه مئات العمال لديه الكثير من الموظفين ولكن هو يتحمل كونه هو القائد فأول شيء يجب أن تعتبر نفسك أخي الحبيب أنت الرجل فأنت القائد ولكن مفهوم القيادة ليس هو السيطرة كما يظن أو كما نرى في المسلسلات التي خربت عقول الأزواج للأسف ونحن تحدثنا عن دراسة علمية أن كثير من حالات الطلاق التي تقع في الغرب سببها مشاهدة الأفلام الرومانسية لأن المخرج يضع للمرأة صورة مثالية غير موجودة في الواقع فيتخيل الرجل أن هذه المرأة موجودة ويبدأ بطرح الأسئلة لماذا زوجته لا تقوم بهذا الدور لأن هذا الدور خيالي غير منطقي وغير موجود في الواقع وبالتالي هنا تبدأ المشاكل عندما يبحث الزوج عن بديل يشبع هذه العاطفة وتبدأ الخيانة الزوجية وتبدأ العلاقات خارج الأسرة وتبدأ معها المشاكل النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا مجموعة أحاديث أولها استوصوا بالنساء خيرا يا هل ترى إذا جاء شخص أنت تحبه نحن ندعي أننا نحب النبي ولكن للأسف حب كاذب حب وهمي صدقني أيها الزوج أنت عندما تؤذي زوجتك أنت تكذب على النبي أنك تحبه لأن هذا النبي هو أنت تدعي أنك تحب النبي وهو يقول استوصي بزوجتك خيرا طيب وأنت لم تطبق هذه الوصية إذن أنت أولا خالفت أمر النبي وأنت لا تحب النبي وأنت لا تريد أن تطبق تعاليم النبي لذلك يستلمك الشيطان ومن الأعمال العظيمة التي تقوم بها الشياطين هي التفريق بين المرء وزوجين وإبليس يقرب إليه ويدني إليه من الشياطين من هو أكثر تفرقة بين الأزواج لذلك أول حديث يجب أن تضعه في رأسك استوصوا بالنساء خيرا كلما أزعجتك زوجتك تذكر حديث النبي قل حبيبي عليه الصلاة والسلام أوصاني أن أهتم بهذه المرأة أن أكرمها استوصوا بالنساء خيرا مفهوم عميق جدا يتضمن الخير يتضمن الكرم يتضمن الصبر يتضمن المودة المحبة المعاملة الحسنة الخير يتضمن أن تعفو عنها الخير يتضمن أن تحب لها الخير وإلا ما ماذا يعني استوصوا بالنساء خيرا هذه النظرة أخي الحبيب يجب أن تغرسها في دماغك بالمقابل أنا لدي آية قرآنية يجب أن أقرأها لأنها تتوافق وتنسجم وتتناغم مع هذا الحديث الله عز وجل أيضا وضعك أيها الزوج موضع المسؤولية وأنا طبعا بعد هذه الآية سأقول لماذا اختار الله الزوج وليس الزوجة لماذا الخطاب للزوج وليس للزوجة لأن تركيب دماغ الزوج والخصائص التي يتمتع بها الرجل تختلف عن الخصائص والتركيب الدماغي للمرأة وتركيب القلب والعواطف والمشاعر وغير ذلك وبالتالي الرجل هو الذي ينبغي عليه أن يأخذ المبادرة ينبغي عليه أن يأخذ دور القائد بالحب وليس بالضرب والشتم والسيطرة القيادة أخي الحبيب أن تقود قلب زوجتك لا أن تجبرها على فعل شيء هي تكره أي رجل يستطيع أن يفتر على امرأته ويجبرها على فعل أي شيء ولكن أنت لم تحقق القيادة والقوامة التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام الآية الكريمة ماذا تقول لكل زوج تقول وعاشروا هن بالمعروف سبحان الله هنا الخطاب للزوج يعني القرآن لا يوجد فيه خطاب للمرأة مثلاً أياتها النساء عاشرنا أزواج كنا بالمعروف هذا غير موجود في القرآن الخطاب دائماً للرجل لأنه هو الذي يجب أن يبادر هو الذي يجب أن ينظم هو الذي يجب أن يعفو ويتسامح لأن الله خلقه قادر على ذلك المرأة خلقت وجبلت من العاطفة والعاطفة سريعة التقلب وسريعة التغير وسريعة الغضب إذن أنت أيها الرجل ينبغي أن تطبق هذه الآية ما هي الآية وعاشروهن بالمعروف طيب أنا كلما انزعشت من زوجتي أو حدث موقف يدعوني للغضب أتذكر هذه الآية فأقول وعاشروهن بالمعروف طيب من الذي يقول لي هذا فعل أمر عاشروهن فعل أمر من الذي يأمرني الله الذي خلقني ورزقني ومصيري بيده ومرجعي إليه وبيده أن يعذبني أو ينعمني بيده أن يرزقني أو أن يبتليني بيده أن يكشف عني الضر أو يصيبني بضر كل شيء بيد هذا الإله العظيم هو الذي يقول لي وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لاحظ معي هذا التركيب العجيب أخي الحبيب خيرا كثيرا هذه العبارة خيرا كثيرا لو بحثنا عنها في القرآن كله نجدها مرتين فقط وهذا له حكمة مرة مع النساء يعني كأن الله يريد أن يقول لك إياك أن تزعج هذه الزوجة أو تقصو عليها مهما شاهدت منها ما تكره مهما صدر باستثناء الفاحشة طبعا هذا موضوع آخر نحن نتحدث ضمن العلاقات الزوجية وما يصدر من أخطاء مهما صدر منها من خطأ فعليك في الأمر وعاشروهن ليس باختيارك أنت مأمور بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الخير الكثير ورد مرتين مرة هنا مع النساء فيهن خير كثير يعني الله يقول لك هذه الزوجة التي أنت الآن تكره منها هذا السلوك أو هذا التصرف فيها خير كثير أنت لا تراه ولكن الله يعلمه طب المرة الثانية أين ورد الخير الكثير في القرآن ورد في قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء يعني الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء والحكمة هي من الأعلى من العلم هي نوع من أنواع العلم العالي جدا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يعني الحكمة هنا والنساء هنا الحكمة فيها خير كثير والنساء فيهن خير كثير بالله عليكم أنا هنا قبل أن أتابع فقط كلمة لا بد أن أوجهها للعلمانيين والملحدين والذين ينتقدون القرآن ويقولون إن القرآن أهانى المرأة هل هذه إهانة للمرأة بالله عليكم؟ كتاب يقول لك مهما كرهت المرأة ستجد فيها الخير الكثير هل هذا يقلل من شأن المرأة أم يعلي من شأنها؟ ما لكم كيف تحكمون؟ طيب أنا عندما أدرك أن الله هو المتحدث الله هو الآمر لابد إذا كنت مؤمنا لابد أن أقول سمعنا وقطعنا فأبدأ أدرب نفسي على الصبر والتحمل والاستيعاب لأنك أخي الحبيب أنت كزوج دماغك دماغ الرجل أكبر من دماغ المرأة بحدود 15% إذن الله تبارك وتعالى عندما وضع الرجل في مكان المسؤولية هو أعلم بما خلق ويعلم تركيب دماغ الرجل ويعلم كيف أن الرجل هو الأقدر على قيادة هذا البيت طيب هنا أخي الحبيب حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه إن النساء يكثرن اللعن ويكفرن العشير والحديث هذا تم انتقاده من قبل المشككين والملحدين كثيرا يعني واعتبره إهانة للمرأة مع العالم أننا لو فهمنا الحديث نجد أن فيه إكرامة للمرأة كيف أنت عندما يأتي شخص انفعالي انفعالي سريع الغضب ويلقي إليك بكلمة أكيد لن تعامله أو لن يكون رد فعلك مثل رد فعلك تجاه رجل هادئ ومتزن صحيح إذن هذا الحديث أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لك إن المرأة عاطفية تكثر اللعن سريعة الغضب تنفعل بسهولة يكفرن العشير تنسى أحيانا فيجب أن تهدأ وتعاملها برفق يعني لا تعاملها وكأنها مخلوق مثالي لا يجب أن تتحمل وتصبر لكي تستمر الحياة وصدقني أخي الحبيب أن تتحمل أذى الزوجة وتتحمل الإنفعالات وتتحمل الكثير من المشاكل وتصبر وتعفو وتكرم أفضل بمليون مرة من أن تقطع هذه العلاقة وتدمر هذه العلاقة بالطلاق وتشريد للعائلة تشريد للأطفال ما يترتب على ذلك من آثار أكبر بكثير مما ستتحمله طبعا هذا الكلام ينطبق على المرأة أيضا لأن هناك بعض الرجال سيء الخلق سريع الغضب سريع الانفعال المرأة ينبغي عليها أن تصبر وتتحمل وتدرك أن الموت قريب فإذا تعامل الطرفان بهذا الأسلوب ستجد أن الحياة جميلة ومستقرة وتستمر وهذه المشاكل تعمل مثل طاقة محركة للحياة لأن الحياة من دون مشاكل كئيبة مظلمة خامدة المشاكل تعطي حيوية ومعنى للحياة لذلك أنت عندما تستوصي بهذه المرأة خيرا تتحمل بعض الأخلاق التي أنت تكرهها وتتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لابد أولا ستأخذ ثواب هذا الصبر أنا الآن أخي الحبيب سأوجه الكلام للزوج والزوجة معا كلما صبر أحدهما على الآخر رفع الله درجاته عنده إلى أعلى درجة نتيجة الصبر هو الجنة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يجب أن تضع هذه الآية في ذهنك لماذا نبي عليه الصلاة والسلام نجح في حياته الزوجية لأن هذه الآيات كانت كانت في فكره وكانت في قلبه وكانت في ذاكرته فأي موقف يتعرض له كان يتذكر هذه الآيات يتذكر قيمة الصبر يتذكر كم ثواب الصابر عظيم جدا عند الله أن تدخل الجنة بغير حساب فإذا تذكرت الزوجة هذه القاعدة صدقوني ستصبر مئة ضعف ما تصبره الآن فقط أن تتذكر الموت وتتذكر لقاء الله الفائدة الثانية أخي الحبيب العفو من أسماء الله العفو ونحن أمرنا أن نقول في ليلة القدر ندعو ونقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنه فالله يحب العفو فأنا عندما أعفو عن زوجتي وزوجتي تعفو عني الله يحب هذا السلوك نحن دخلنا في محبة الله لاحظت أخي الحبيب الفائدة الثالثة مجرد أنك تطبق تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام هذا فيه الثواب وأجر وهو طاعة للنبي الله سبحانه وتعالى يقول وأطيع الله وأطيع الرسول وأطيع الله وأطيع الرسول فهذا أمر من الله أن نطيع الرسول فالرسول قال لنا استوصوا بالنساء خيراً يجب أن نستوصي وكأنها أمانة ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام شبه المرأة بالضلع 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 الذي هو يعني الضلع المنحني هكذا هذا مثلاً هذا الضلع إذا ذهبت تقيمه كسرته وإذا تركته لا زال أعوجاً فاستوصوا بالنساء خيراً يعني أراد أن يقول لك إن المرأة لها خصوصية تختلف عن الرجل والعلم الحديث يقول ذلك العلم الحديث يؤكد أن المرأة تختلف تماماً عن الرجل في ردود أفعالها في مشاعرها في عواطفها المرأة تستطيع أن تتحمل في مجال تربية الأولاد ثمانية أضعاف الرجل النوبات القلبية نادراً ما تصيب المرأة على عكس الرجل لأن قلبها يتحمل الإجهادات أكثر من الرجل بكثير لأنها تربي الأولاد تقوم بأعمال منزل تعتني بزوجها تعتني بأولادها فلها مهام خلقها الله لتقوم بمهامها على أكمل وجه فأنت لا تعترض على طريقة خلق النساء الله خلقهن كذلك ووضح لك النبي عليه الصلاة والسلام أنك تتعامل مع مخلوق مختلف عنك يحتاج للرعاية يحتاج للإهتمام يحتاج أن تستمع له يحتاج أن تداري أن تكرمه مخلوق مميز فإذا ما اعتبرت أخذت بهذه الاعتبارات صدقني لن يكون هناك مشاكل ستصبح المشاكل تافهة جدا أنظر معي أخي الحبيب إلى معظم حالات الزواج الناجحة حالات الزواج الناجحة إذا دخلت تجد أن الزوج والزوجة يراعيان هذه القواعد وإذا درست حالات الطلاق التي دمرت العلاقة الزوجية سوف تجد أن الزوج والزوجة لم يراعيان هذه القواعد لذلك كلمة أخيرة أخي الحبيب أقول لك كما قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا والله هذه الآية تكفي أن تتذكرها كلما حدثت مشكلة تذكر هذه الآية وسوف تعالج أكبر مشكلة زوجية بإذن الله تبارك وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته